اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سينماتيكس من الصعب جدا ان اختار افضل مشهد من الايكونة كلاسيكية The Godfather لان توفت فرانسيس فورد كوبلا وماريو بوزو مليانة بالمشاهد العظيمة ومن ضمنها مشهد المطعم اللي كان فيه ماكل كورليوني وسلوتسو والشرط الفاسد كابتن ميلكاسكي وخلونا لخصلكم الاحداث اللي كانت قابل المشهد ده عائلة كورليوني اللي بترأسها دون فيتو كورليوني هي من اكبر عصابات المافيا في امريكا ومايكل هو الابن العاقل اللي فيهم هو المتعلم والمسقف وبطل الحرب العالمية التانية ورافض الانغماس معاهم في شغل العيلة لكن بعد تصعد الخلافات بين العائلات التانية بيتم بحاولة اختيال فشلة لفيتو كورليوني وبيتطوع مايكل لاتلس لوتسو وميكاسكي خلال مقابلتهم مع بعض عشان يوصلوا لهدنة وهتبقى دي اول شغلانة بين مايكل وعيلتو وتعتبر هي نقطة التحاول في حياتي ومفيش رجوع بعدها وفي حلقة النهاردة هنكون بنحلل المشهد ده ونتعرف على لغة العيون اللي استخدمها قال باتشينو وخبايا الاخراج فيالله نبدأ بيتفتح لنا المشهد قدام مطعم لويس في مدينة برونكس وبيوصل مايكل هناك بواسطة سلوتسو عشان ده مكان آمن يقدروا يتكلموا فيه واحنا عارفين من قبل كده ان فيه مسدس عائلة مايكل مخابيهم في الحمام عشان ياخدوا يقتلهم واول ما التلاتة قعدوا واخدوا اماكنهم بدأ سؤالين ييجوا في دماغنا هل مايكل كورليوني البريق الطيب اللي وعد كلي في بداية الفيلم ان عمره ما هيكون زي عيلته فعلا هيقتل الاتنين دول هل حقيقي فيه مسدس في الحمام اصلا يمكن كمان السؤالين دول كانوا في دماغه هو برضو مخرج الفيلم فرانسيش فورد كوبلا قرر ان المشهد ده يكون من غير اي موسيقى في الخلفية واستخدمت دايشتك ساونز وكانت اغلبها اصوات منخفضة جدا معادة الصود ده صود السدادة هو الاعلى في المشهد لحد دلوقتي وده له معنى ورمز هنعرفه كمان شوية واستخدامه للديشتك ساونز زود من حدة المشهد وقدى انه يخليك تركز مع كل كلمة بتتقال بس هو اصلا ما كانش فيه كلام سلوتسو كان بيتكلم بالإيطالي وما كانش فيه ترجمة حتى بحسب كلام منتر الفيلم وولتر مارش شرح ليه المخرج اختار انه ما يحطش ترجمة بيقول ان من الغريب انك تشوف حوار بين شخصيتين في فيلم امريكي وبيتكلموا بلغة اجنبية وكمان من غير ترجمة وكانت النتيجة اللي ترتبت عليها هو انك هتهتم اكتر بالطريقة اللي بيتقال بها الكلام وهتدي اهتمام اكتر في مراحة تستخدام لغة الجسد انت زي ما تكون سامع صوت ومش فارق معاك المعنى كأن كوبلا بيقولك اقرأ عينيه مايكل شوف حركاتها اسمع الكلام اللي عينه بتقوله شوف الغضب والتوتر ويفهم الاسئلة اللي في دماغه لاحظ محاولاته عشان يخفي الخوف والضعف والكسر اللي جواه لحد ما اخد القرار واستأذنهم يروح الحمام ما بياخدش وقت كتير ويلقى المسدس والمخرج بيسطب على احد الاسئلة اللي كانت عندك وعند مايكل نفسه عما اذا المسدس موجود فعلا ولا لا وبيجهز عشان يطلع لهم مرة تانية وينفز الاتفاق اللي وعد بيه عيلته وبيدخل الصوت التاني اللي استخدمه كوبلا بعد صوت السدادة وهو صوت اطر بالرغم من اننا مش عارفين هو فين وده له دلالة هنعرفه في المشهد اللي جاي بيطلعوا يبصل لهم بكدر انا شايفه من اروع الكادرات في سلاسية The Godfather كأنه شايف قدروا في الاتنين دول لو قتلهم هيخش في دوامة وعمره ما هيطلع منها وحياته كلها تتغير بيتحرك ناحيتهم ويقعدوا هنا بندرك انه قريدي كسر اول قاعدة تقالت له وهي انه يقتلهم اول ما يطلع من الحمام وهنا بدأت عصبنا تتشد شوية صوت سلوتسو هو المسموع بس الكادر بيقرب على مايكل عينه بتقول كل حاجة التردد اللي جواه والعصبية والخوف وغرانة في بحر كبير من تعبيرات وشة الباتشينو المعبرة يعني لو خبانا عينه المشهد هيبقى فاتر وما فوش اي حاجة تشدك انما نظراته بتردد نفس السؤال هل انا هضيع مستقبالي وقتلهم ودخل في دوامة من التفكير لمدة 30 ثانية وبعدها سمانا نفس صوت القطر اللي بيعبر عن غضب الشديد معناها انه خلاص دم وفار بالزبط زي ما كان بيجاز عشان يطلع لهم صوت القطر كان هو المحفز بالنسبة له انه ياخد الخطوة دي واول ما بيبدأ يضرب عليهم النار بناسمع صوت بنفسه على قوة صوت سمعناه قبل كده ايوه صوت السدادة كان مقصود انه يكون عالي عن اي صوت تاني لان نفس صوت الازازة اللي شيرهوا منها هو هو نفس الصوت المسدس اللي بضربوا دي والدم بيطلع بغبار واضح جدا وكان تفسير المخرج ان الطلقة طلحت بعد طوال انتظار مايكل كان مستني اللحظة دي عشان ياخد بطاره وطلع لده وبعدها فيه مهمة تانية لازم ينفزها بعد ما قسر الاولى وهي انه يرمي السلاح على الارض بعد ما يضرب عليهم كوبلا بيدينا ثواني من التجمد والصدمة وبدأنا نتوتر تاني لكن سرعان ما بينفز التعليمات وفعلا رمى السلاح وبتقتحمل مشهد سينفونية مينو روتا ومارش بيشرح سبب استخدام الموسيقى متأخر قوي كده شعور جديد هي جدت عشان تجمع وتنظم كل المشاعر المتضاربة اللي قردت خلقت على مدار المشهد هي لعبة دور منشت لاحداث واصلت للزروة بالفعل والتفسير التاني هو ان الموسيقى بدأت عشان تأكد لنا انتهاء تنفيذ الجريمة وبتقول لنا ان مايكل المثالي البريق ضحى ببرقته وكرس حياته لادفاع عن عيلته لكنه معرفش ان اخد اول خطوة في طريق هدم العيلة كلها وهي دي اول حلقة من سلسلة حلقات ماستر سين المخصصة لتحليل المشاهد وعايز اطلب منكم اقتراحات لتحسين شكل الحلقات دي وتقولولي المشاهد اللي تحبوا نتكلم عنها ياريت تكتبوها تحت في الكومنس ياريت شيروا لايك لو عجبتك الحلقة اشتركوا في القناة شنشوفوا الحلقات الجديدة وتابعوا شافة البنابج على تويتر وعلى انستجرام واشوفكم الحلقة جاية اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة